بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النسيج المظلم قام بحثون في جامعة بكشف جديد يتعلق بالمادة المظلمة وهي مادة تملأ الكون ولا يمكن رؤيتها أو الإحساس بها فهي لا تفتر أي شيء ولكن تؤثر على الكون ويمكن رؤية أثار سيطرتها على المجرات تبين بنتيجة هذا الاكتشاف أن المادة المظلمة تتوزع على شكل نسيج محكم أي بشكل خيوط وكل خيط يمتد لملايين السنوات الضوئية أي أن صفة النسيج تتجلى في السماء في توزع المجرات وفي توزع المادة المظلمة التي لا ترى يقول العلماء أن هذه الخيوط العظيمة قد تم حبكها بإحكام مذهل وهذا ما حدثتنا عنه الآية الكريمة في القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم والسماء ذات الحبك سورة الذاريات آية سبعة ونرى في هذه الصورة نسيجة من المجرات واللون الأسود يمثل خيوط المادة المظلمة القيرة المرئية صراحة ما نقول له سبحان الله مثل ما تلاحظون في الصورة والله أعلم شكرا